خلونا نروح لمجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري أي البرلمان بغرفتين رحب عدد غفير لو صح المصطلح يعني من النواب البرلمانيين بالقرارات الأخيرة اللي خدتها الدولة لصالح المواطن البسيط تاني البسيط البسيط في ظل هذه الأزمة العالمية الرهنة يعني تعالى ناخدها واحدة واحدة بالمناسبة عنا النهاردة كدولة لما اشتغل على ضم 450 أسرة اللي معاش تكافل وركرامة 450 أسرة اللي قلنا متوسط الأسرة وإحنا متوسط أسرنا في مصر مش كده أربع بني أدمين أب وأم وعيلين كويس 450 ألف أسرة 450 ألف أسرة دول يعني أنا بتكلم تقريبا في حوالي مليون وربعمائة ألف مواطن ده صباح الفل طيب ده واحد اثنين لما أنا أكون أعمل في الموازنة بتاعتي زيادة المرتبات وزيادة المعاشات هتبدأ من واحد سبعة فأنا روح مقدمها أو مبكرها أخليها في واحد أربعة يعني ثلاثة شهر فأنا أشلها أنا كدولة ده معمول برضو لصالح ميت برضو صالح المواطن البسيط الناس اللي بتستفيد من المعاش والناس اللي بتشتغل في مؤسسات وأجهزة الدولة المختلف آه طيب يبقى لده لصالح المواطن البسيط ولا لصالحنا لا طبعا لصالح المواطن البسيط طبعا النهاردة لما أجي أقول يا جماعة مصنعين أنا شايل عنك الضريبة العقارية بتاعت المنشآت الصناعية بتاعتك لمدة ثلاث سنين فأنا كده بشجع الصانع المستثمر صح؟ تمام؟ بس أنا كمان باخد إجراءات علشان المواطن اللي بيشتغل في هذه المنشآة الصناعية ما يتضرش ما يجيش صاحب المنشآة يقول له أنا مضغوط علي اقتصاديا فهعمل إيه؟ فأنا مضطر أخفض مرتبات أو مضطر ما زودش أو مضطر أماشي عمال لا أنت مش مضطر تعمل كل ده فأنا بشيل من عليك عبء مالي ده برضو لأجل المواطن البسيط أنا النهاردة المواطن اللي عنده يعني ألف جنيه على جنبي عم أنا لأ بقول لك لعشرة ولا ميت ألف ولا مليون ولا كل الكلام ألف جنيه هتروح تعمل حضرتك شهادة كده بتاعت التمنتشر في المياه مدتها سنة فهينفعوك هتيجي تقول لي والألف جنيه دي هتعمل إيه؟ هقول لك يا سيدي لما هي ما تعملش حاجة يبقى أنتز على الليلة لكن لو بتعمل آه تمام أحوشها وأخد عليها فايدة التمنتشر في المياه ده على سبيل المثال للحصر فأكتر من إجراء ومظلة حماية مش بس كده مسألة المعارض اللي تعاملت بتنسيق تقوم بي يقوم بي مجلس الوزراء ويتقوم بي وزارة الدخلية مثلا زي ما بتتكلم على كلنا واحد ونتكلم على معرض أهلا رمضان اللي بدأ بدري وتقدم لحد نص رمضان تقريبا الاتفاقات اللي بتتعمل ما بين مجلس الوزراء ما بين السلاسل اللي بتقدم لك السلع والمنتجات إلى آخره الإصرار على أنه التخفيضات تبقى على سعر ما قبل الأزمة خد بالك التخفيض على سعر ما قبل الأزمة يعني أنت مش هتتحسب على أسعار الأزمة تتحسب على سعر ما قبل الأزمة وعليه خصم وهكذا فهتلاقي أكتر من نبقلك عدد غفير الحقيقة من نواب البرلمان المصري بغرفتي يثمنوا جدا القرارات اللي خدتها الدولة في هذا الصدد